انتظروا طويلا قبل ان تمنحهم السلطات الولائية مفاتيح 230 شقة في صيغة الترقوي المدعم على مستوى حي الياسمين شرق وهران حيث تبلغ الحصة الاجمالية لهذا النوع من السكنات حوالي 10 الاف سكن موزعة عبر مختلف بلديات الولاية اليوم نحضر الطرقوي المدعم للحصة تبلغ 9600 سكن حوالي 10 الاف سكن من هنا حتى نهاية 2016 وسنة 2017 هذه الفترة كاملة رح تكون فترة لتسليم عدد كبير من السكنات عن أصناف هذه اللي اذكرتها خارج السكن الاجتماعي حتى انمكن المواطنين اللي رغم الفئات المختلفة عن المواطنين من الحصول على السكنات مراسيم توزيع المفاتيح جارت على مستوى الحي الجديد في أجواء من الفرحة وسط المستفيدين فرحي مزاف لتحصلنا على السكن بعد انتظار الحمد لله للمشروع كان انجز ونشكر السلطات المحلية نشكر سيد الوالي على هذا الاستفادة تعلق الالبية وشكرا نتمنى ان شاء الله من صاميم القلب نتمنى ان شاء الله لعندها ذيق ربي فرج عليه ان شاء الله وتيرة انجاز البرامج السكنية في صغة الترقوي المدعم تعرف بطءا في الانجاز ما من شأنه ان يعرقل عملية الاسكان سيما وان عمليات توزيع السكن الاجتماعي الكبرى ستنطلق في غضون الشهرين المقبلين اشتركوا في القناة